السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدنا الكرام إلى حديث الصحافة وأبرز ما تضمنته الصحف لنهارها اليوم من أخبار وطنية ودولية وكالعادة البداية بجريدة النهار التي عنونت في صدر صفحتها فوز بلا إقناع وأمام نيجيريا الصحيبان وقال هذا المقال فز أمس المنتخب الوطني على منتخب غينيا بهدف من دون رد في المباراة الودية الأولى للتربس الجاري في وهران وهو الفوز الرابع للمنتخب بعد نكسة المونديال في انتظار التأكيد خلال الودية الثانية أمام نيجيريا المرحلة الأولى من المباراة لم يقدم فيها المنتخب الوطني الكثير خاصة في ظل التنظيم المحكم لخطوط المنافس وغلقهم كل المنافذ إلى جانب قيامهم بعدة محاولات خطيرة من أجل الوصول إلى شباك الحار الزغبة المنتخب الوطني ومقارنة بالشوط الأول كان أحسن خلال المرحلة الثانية وشكل الخطورة على مرمى المنافس وراهن بالماضي في الربع الساعة الأخيرة على الثلاثي محرز وعمورة وسليماني ليجد هجوم الخضر الحل في الدقيقة 79 عن طريق إسلام سليماني الذي سدد بقوة مسجلا الهدف الوحيد في المباراة إلى مقال آخر وعلى جريدة النهار أيضا نقرأ 13 غرفة تبريد جديدة لاستقرار أسعار البطاطا والثوم والطماطم في إطار ضبط الشعب الفلاحية وضمان التموين منتظم للسوق بالمنتجات الزراعية ذات الاستهلاك الواسع خلال الفترات خارج الموسم عززت الحكومة من قدراتها التخزينية تفاديا لأي اضطراب قد ينجم مستقبلا ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطن بعدما رفعت بإنشائها لثلاثة عشر غرفة تبريد بطاقة استعابية قاربت المئة والستون ألف طن وشمل عمل الحكومة خلال السنة الجارية حسب ما أثبتته وثيقة بيان السياسة العامة مراجعة تكييف وترتيبات الضبط أو ما يعرف اختصارا بالنظام السريالاك خاصة ما تعلق منه بالبطاطا والثوم الجاف الموجه للاستهلاك والطماطم الصناعية وذلك من خلال رفع من قدراتها التخزين ووسائل الإمداد الموجهة لتثمين المنتجات الزراعية وضبطها وتنظيم المنتجين وتجميعهم حول أقطاب إنتاج كبرى والرفع من قدرات التخزين والتحويل في منشآة التبريد إلى جريدة المشوار السياسي التي عنونت الحكومة تلتقي بالولاة اليوم لمناقشة التنمية الاقتصادية والمحلية تحت شعار ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية حيث تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لقاء الحكومة مع الولاة اليوم السبت بقصر الأمم نديا الصنوبر وسيناقش المشاركون خلال هذا اللقاء الذي يدوم يومي الـ 24 والـ 25 من سبتمبر تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجد تبون دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية وكذا الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار إضافة إلى إصلاح المالية والجباية المحلية إلى جريدة البلاد رئيس حركة عدم الانحياز ضيف شرف القمة العربية الجزائر تضع الرتوشات الأخيرة لإنجاح الاستحقاق العربي حيث سلم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة نظيره من جمهورية أذربيجان أقلو بيراموف رسالة رئيس الجمهورية عبد المجد تبون الموجهة إلى الرئيس الأذري إلهام عليف بصفته الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز والمتضمن دعوته للمشاركة كضيف شرف في القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن اللقاء جاء على هامش مشاركته في أشغال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تندرج هذه الدعوة في إطار الأعراف المعمول بها في هذا الإطار والتي يتم بموجبها دعوة عدد من الشركاء الأجانب كضيوف شرف وشكل اللقاء بين رئيسي الدبلوماسية البلدين فرصة للتشاور والتنسيق حول أفاق تجسيد مبادرة الرئيس عبد المجد تبون الرامية لتفعيل دور حركة عدم الانحياز في خضم التوترات الراهنة على الساحة الدولية إلى جريدة المساء التي عنوانت المترشحون في مهمة إقناع الناخبين انطلاق الحملة الانتخابية للمحليات الجزئية بولايتي تزيوزو وبيجايا الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البلدية الجزئية المقررة ليوم الخامس عشر أكتوبر المقبل والتي تخص ستة بلديات بالولاياتين معا حيث تتنافس في هذه الاستحقاقات ثمانية عشر قائمة لمترشحين أحرار وأحزاب سياسية اثنى عشر منها في ولاية بيجايا تتنافس على أربع بلديات وثمانية في ولاية تزيوزو تتنافس على بلديتين يتعلق الأمر ببلديات فرعون مسيسنا أقبو توجا وبالنسبة لولايات بيجايا وبلديتين أيت محمود وأيت بومهدي بالنسبة لولايات تزيوزو ففي تزيوزو افتتحت الحملة الانتخابية من قبل المترشحين الأحرار أمس فيما يتنافس بهذه الولاية حزبين سياسيين هما جبهة القوى الاشتراكية والتجمع الوطني الديمقراطي وأربع قوائم مستقلة وبولاية بيجايا انطلقت الحملة الانتخابية بأربع بلديات بعد تحديد المواقع الموجهة وتشارك في الحملة بيجايا إثنى عشر قائمة انتخابية من أجل الضفر بأصوات ناخبية البلديات الأربع التي تحصي هيئة انتخابية مكونة من أكثر من ستة وأربعون ألف ناخب ويتعلق الأمر بثلاثة أحزاب سياسية هي جبهة التحرير الوطني بقائمتين اثنتين والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة القوى الاشتراكية بقائمة واحدة لكل منهما إلى المواقع الإلكترونية المحلية وعلى موقع النهار أونلاين نقرأ تصريحات جديدة لسانشيز عن القضية الصحراوية هل ستتراجع إسبانيا عن دعم المغرب حيث تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة القضية الصحراوية بعد أن تسبب في حدوث شرخ دبلوماسي مع الجزائر ما أدى إلى تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار وطالب رئيس الحكومة الإسباني من الأمم المتحدة بحل سياسي مقبول لطرفين في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وفي تحليل الإعلام الإسباني قال أن موقف إسبانيا الذي حدث في مارس الماضي عندما أكدت حكومة بيدرو سانشيز لأول مرة أن خطة الحكمة الذات المغربية للصحراء كانت الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لحل الصراع قد تغير خلال خطابه اليوم أمام الأمم المتحدة ولم ينسى بيدرو سانشيز أن يذكر أن حكومته ستستمر في دعم المواطنين الصحراويين في المخيمات إلى موقع الشعب أونلاين اهتمام متزايد بالشراكة في مجال الصيد البحري بين الجزائر وموريطانيا ويقول هذا المقال أن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام صوفيان صلواتشي أكد أمس الجمعة ببومرداس أن الجزائر تبدأ اهتماما متزايدا للعمل مع الجانب الموريطاني في إطار الشراكة المتعددة الجوانب بين البلدين في مجالات الصيد البحري وبناء وإصلاح وصيانة السفن وأوضح صلواتشي على هامش زيارة عمل لميناء زموريا البحري رفقة وزير الصيد والاقتصاد البحري للجمهورية الإسلامية الموريطانية محمد ولد عابدين ولد أمعيف الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين في مجال الصيد البحري أن الجزائر ومن خلال وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية تحبذ إدراج المؤسسات الوطنية على غرار مؤسسات كوريناف الخاصة المتخصصة في بناء وإصلاح وصيانة السفن بمناء زموري والتي لديها الكفاءة الضرورية في المجال ضمن هذه الشراكة مع نظرائها من المؤسسات الموريطانية وثمن الوزير على اللجنة الفنية التي تشرف على إطار الشراكة بين البلدين مؤكدا إمكانية بناء سفن في الورشات الجزائرية ثم إرسالها إلى دولة موريطانيا إذا ما تم تقديم طلبات في المجال ومن جهته أكد أمعيف أن الأبواب مفتوحة للمستثمرين الجزائريين من أجل التعاون وولوج سوق بلاده وفق المصالح المشتركة للشعبين إلى المواقع الإلكترونية العالمية وعلى موقع الشرق للأخبار نقرأ مع بدء الاستفتاءات تعاهد غربي بزيادة التكاليف على موسكو حيث شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أنه سيرد بشكل سريع وحازم في حال ضمت روسيا أراضي أوكرانية في وقت تعهد حلف شمال الأطلس النيتو بتكثيف مساعدته لأوكرانيا ردا على استفتاءات تقرير المصير في لوغانسك ودونتيسك وخيريسون وزاباروجيا والتي اعتبرها الحلف صورية وتعهد الرئيس الأمريكي في بيان أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها لفرض إجراءات اقتصادية إضافية سريعة وحازمة ضد روسيا إذا ضمت أراضي أوكرانية من جهتها أعربة المتحدة باسم البيت الأبيض كارين جامبير في الإحاطة اليومية عن رفض بلادها وشركائها لنتائج الاستفتاء التي سيتم التلاعب بها حسبها معتبرة أنها تعد انتهاكا صارخا على المستوى الدولي وبدأت الجمعة عملية التصويت في الاستفتاء على تقرير المصير في أربعة أقاليم أوكرانية هي لوغانسك ودونتيسك وخيريسون وزاباروجيا والتي تهدف إلى الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت الذي بدأ عند الساعة الخامسة بتوقيت جرينيج حتى السابع والعشرون سبتمبر في المناطق الأربع التي تسيطر عليها روسيا إلى موقع روسيا اليوم مظاهرات ليلية غاضبة تهزو طهران حيث شهدت طهران مساء أمس الجمعة تظاهرات غاضبة جديدة بعد أسبوع من احتجاج على وفاة شابة اعتقلتها شرطة الأداب بسبب لباسها غير المحتشم وأدى قمعها إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قالت وكالة فرنس براس إنها تحققت منها رجلا يرتدي زيا عسكريا يطلق النار على متظاهرين لم يحدد عددهم حتى الآن وفي منطقة شهر ري في جنوب العاصمة الإيرانية وثقت لقطات أخرى محتجين يركضون أمام فندق باركر ويال في شمال طهران في شارع شهد فوضى وإشعال حرائق وسمع صوت ما لا يقل عن ثماني طلقات لم يحدد مصدرها وذكر ناشطون ووسائل إعلام أن متظاهرين اشتبكوا في مدينة إيران في مدينة إيرانية عدة مع قوات الأمن وأحرقوا سيارات للشرطة ورددوا شعارات معارضة للحكومة إلى موقع البي بي سي عربي مشجعوا ليفربول يقاضون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب فوضى نهاء دور أبطال أوروبا حيث يعتزم قرابة الألفين من مشجعي فريق ليفربول الإنجليزي مقاضات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدعوى تعرضهم لأصابات ومعاناة نفسية في الفوضى التي شهدها نهاء دور أبطال أوروبا وقال محام المشجعين أن الهيئة الكروية الأوروبية ستواجه قضية جماعية بشأن مباراة نهاء دور أبطال أوروبا أمام ريال مادريد التي جرت في باريس شهر ماي الماضي وقد أخر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 35 دقيقة لأسباب أمنية وذكرت شركة المحامات ببينغ هام في ليفربول أن الموكلين تحدثوا عن مشاهد مرعبة في ملعب فرنسا بهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل إلى نهاية موعدنا لنهارها اليوم لحديث الصحافة شكراً عنكم